أهرده الحقيقة كمان خلينا نتكلم وحنتكلم إن شاء الله على ملف المنتخب الأولمبي يعني منتخب الأولمبي بنقوله ألف ألف مبروك على الوصول لطبعا أولمبيات فريس عشرين أربعة وعشرين الحقيقة أن المنتخب الأولمبي بدأ بطولة المؤهلة اللي بتقام في المغرب بتدرج وتدرج يعني قوي جدا يعني وصل للمبرانة هيا هتكون مبراءة قوية جدا أمام المنتخب المغربي بكرة إن شاء الله يعني ميكالي المدير الفني للبرازيلي والتوليفة الجديدة والجيدة جدا اللي عملها من لعبين للأسف وما بينقصين للأسف ما بيشاركوش بشكل كبير مع فرقهم في الدور المصر لكن قدر يعمل هذا التوليفة الجيدة جدا جدا وقدر يوصل للهدف الأول وأنا دايما بقول هو ده مش الحلم ده الهدف الأول ودايما يمكن اتكلمت الإسبوع اللي فات على موضوع الحلم خلينا نتكلم مع أولادنا خلينا نتكلم مع الجهاز الفني طبعا وشيتوس طبعا أحد العناصر المهمة جدا جدا في جهاز المنتخب الأولمبي وكان ليه يمكن يعني كمان دور كبير جدا مع كابتن شوق غريب البطولة اللي فاتت لكن خلينا نتكلم أنه يوصل للعيبة أن يا رجالة مش ده الحلم حلم الوصول هو مش حلم وهو هدف ولكن الحلم الكبير أنك إن شاء الله بإذن الله تتواجد في المربع الزهبي عايزين نقصر حد الوصول لدور الثمانية يعني يلسك بتكلم يمكن مع زملائي في الإعداد وقالوا لي يمكن مصر وصلتش دور الثمانية غير زمان جدا في الستينات لما كانت البطولة يمكن 3-4 فرق أو 5 فرق لكن على مستوى وصلنا للأولمبياد لا وصلنا بشكل كبير جدا ويمكن مصر من أكبر الفرق أو أكتر الفرق اللي وصلت للأولمبياد ولكن يبقى حققنا الهدف ومباراة بكرة كمان مباراة مهمة جدا لها أهدفها ولها طموحاتها أنت بطل النسخة اللي فاتت بقيادة الكابتن شوقي غريب وكانت موجودة البطولة عندنا هنا في مصر في 2019 داخل باسم بطل البطولة أو حامل اللقب البطولة وبالتالي بتقابل أكيد منافس قوي جدا بيلعب على ملعبه المنتخب المغربي زي ما بقول حضراتكم منتخب قوي جدا ولكن أنت عندك حوافز أنت منتخب مصر آه وصلت للأولمبياد لكن كمان عندك هدف وهو إن شاء الله الحصول على هذه البطولة خلينا النهاردة في حلقتنا هيكون الحقيقة لنا كلام كتير ومهم جدا عن زي ما بقول حضراتكم مباراةنا إن شاء الله مباراة النادي الأهلي مع الاتحاد بكرة إن شاء الله وكالعادة في ليلة المباراة كلنا بنتكلم على جميع الزوايا من الزوايا الفنية استعداد الفريقين كلر هيخش المباراة إزاي كمان هنتكلم بالتفصيل على منتخبنا أمام المنتخب المغربي في النهاء إن شاء الله بكرة الساعة 11 بتوقيت القاهرة بإذن الله المباراة الهائية لمنتخبنا الأولمبي أمام المنتخب المغربي كل التوفيق لمنتخبنا حقيقة يعني النهاردة كمان هنمر سريعاً زي ما بقيت